الموعد الاقتصادي من الجزائر الدولية أهلا بكم وفي المستهل شدد الرئيس الجزائر عبد المجيد تبون على ضرورة توجه الجزائر نحو تصدير الوقود مع دخول مشروع مصفات جديدة ينتظر إنجازها جنوبي البلاد الرئيس تبون بحسب ما أورده بيان لرئاسة الجزائرية دعا إلى الإسراء في إنجاز المشروع محطة جديدة لتكرير البترول بحاسم سعود لبدء الاستغلال تقوية للإنتاج الوطني من البنزين والمازوت والتوجه نحو تصديرهما وشدد الرئيس تبون على أن الجزائر أنهت خلال السنوات الأربع الأخيرة عهد استراد كل أنواع البنزين بما في ذلك وقود الطائرات وأنه يتعين على غطاء طاقة المواصلة على هذا النهج الرئيس الجزائري أمر باستحداث مخابر تحاليل لمرقبة احترام المعايير الصحية لاستراد اللحوم بالموانئ والمطارات رئيس تبون شدد على إلاء الأهمية القصوى للمراقبة المستمرة للأسواق لما تليه الدولة من أهمية لضبط ومعرفة نسب الوفرة للمواد ذات الاستهلاك الواسع وفق رؤية استباقية لمحاربة المضاربين بقوة القانون وبخصوص بعث الجهاز المتعلق بالمقاولة الذاتية ثمن الرئيس الجزائري توجه الدولة نحو خلق مزيد من الفضاءات الخلقة للشغل والثروة معتبراً المقاولة الذاتية قيمة مضافة للشباب حاملي المشاريع والتقاطي المبدعة على صعيد آخر تراجعت أسعار النفط بسبب مخاوف المستثمرين من تخمة في المعروض وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برينت القياسي تسليم مارس خلال تعاملات أولى جلسات الأسبوع بنسبة 1.37% لتبلغ 77.68$ للبرميل كما هبطت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم فيفري بنسبة 1.53% لتلامس 72.68$ للبرميل وكانت وكالة رويترز قد كشفت عن ارتفاع إنتاج منظمة أوبيك من الخام بمقدار 70.000 برميل يومياً ليبلغ 27.88 مليون برميل يومياً في ديسمبر الماضي توقعت وكالة فيتش للتصنيف الاعتمالي ارتفاع سعر برميل النفط إلى 80$ خلال السنة الجارية بعدما توقعت في وقت سابق بقاءه في حدود 75$ وأرجعت فيتش رفع سقف توقعاتها للسعر الخام لما وصفته باستمرار السيطرة الحازمة لمجموعة أوبيك بلاس على الامتدات مضيفة أنه من المرجح أن تسجل السوق النفطية عجزاً بنحو مليون ومئتي ألف برميل يومياً في النصف الثاني من 2024 وحسب تقديرات فيتش فمن المتوقع أن يبلغ سعر خام برينت في العام القادم 70$ للبرميل دون تغيير عن توقعات سابقة على أن ينخفض إلى 65$ في 2026 انخفضت إيرادات النفط في ليبيا بـ 6% خلال السنة الماضية مسجلة 20.69 مليار دولار مع نهاية 2023 وأعلن مصر في ليبيا المركزي أن الإيرادات النفطية شهدت تراجعاً خلال العام 2023 في وقت حققت فيه إيرادات البلاد من النفط 22 مليار دولار العام 2022 من خفاض قارب ملياري دولار جراء توقف الانتاج في حقول نفطية رئيسة ما تسبب في خفاض ملموس لعائدات الصادرات النفطية ارتفع إجمالي استهلاك الوقود في الهند خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر على إثر زيادة مبيعات الديزل وبحسب ما أفادت به وحدة التخطيط والتحليل النفطي بوزارة النفط الهندية فإن إجمالي استهلاك الوقود ارتفع بنسبة 6.2% في ديسمبر وكشفت الهيئة الهندية عن ارتفاع مبيعات الديزل بنسبة 0.9% لتبلغ سبعة مليون وستمائة ألف مليون طن في ديسمبر على أساس شهري بينما تراجعت مبيعات البنزين بنسبة 4.5% إلى قرابة ثلاثة مليون طن خلال الفترة نفسها من 2022 سجلت أسعار شحن الحويات بين أوروبا وأسيا وأمريكا قفزة كبيرة على إثر تواصل التسعيد في البحر الأحمر عفقا للبيانات الصادرة عن موقع فريتوس فقد قفزة السعر الفوري لشحن البضائع من أسيا إلى شمال أوروبا بنحو 173% ما يمثل أربعة ألاف دولار مقارنة بمستوى سعر الشحن الذي سبق تحويل المسارات في منتصف ديسمبر الماضي وحسب هذه البيانات فقد زادت تكلفة شحن السلع من أسيا إلى البحر المتوسط إلى 6 ألاف دولار كما ارتفعت الأسعار من أسيا إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة بنسبة 55% إلى ما يقارب أربعة ألاف دولار للحاوية قررت شركة الشحن الصينية كوسكو تعليق عمليات الشحن مع الكيان الصيوني وبحسب تقارير إعلام صيونية فإن عملاق الشحن الصيني لم يقدم أي تفاصيل حول القرار في وقت تواصل فيه كبرى شركات الشحن العالمية تعليق مرور سفنها عبر البحر الأحمر يذكر أن مجموعة كوسكو تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد حاويات السفن وحجم الحاويات الإجمالية توقعت الأردن تأثر اقتصادها بالاضطرابات عند مضيق باب المندب في البحر الأحمر خصوصا من حيث ارتفاع السعار الشحن وفي اجتماع مع اللجنة المالية النيابية لمناقشة موازنة وزارة المالية لسنة المالية 2024 أكد وزير المالية الأردني محمد العس عس أن التأثير الكبير سيكون على السعار المواد الأولية في حين تبقى السعار الطاقة في منءا عن الاضطرابات لأنها تنقل أو تنقل إلى بلاده برا مشيرا إلى أن الأردن نجح عبر سروات في الحفاظ على استقراره المالي وحماية الطبقة المتوسطة كشف رئيس مجلس النواب الأمريكية مايك جونسون أن كبار زعماء الكونغرس استفقوا على مستوى انفاق اتحادي إجمالي بـ 6 مليارات دولار وعبر رسالة إلى المشارعين نعتبر جونسون أن القرار سينقذ الحكومة من إغلاق جزئي في وقت لاحق من هذا الشهر مؤكدا أن المبلغ الإجمالي يشمل 886 مليار دولار للإنفاق الدفاعي و704 مليارات دولار للإنفاق غير الدفاعي توقع صندوق النقد الدولي يتحسن مؤشرات الاقتصاد الإيراني خلال العام الجري مع تسجيل معدل نمو إيجابي وانخفاض التلخم وزيادة الصادرات الهيئة المالية العالمية في أحدث تقرير لها أفادت بأن التقديرات تشير إلى زيادة ارتفاع ناتج المحلي الإجمالي الإيراني بنسبة 20 مليار دولار هذا العام لإصل إلى 386 مليار دولار بعدما كان في عام 2023 يبلغ نحو 366 مليار دولار كما توقع الصندوق وتراجع التذخم في إيران إلى 32.5% وبلغ ميزان الحساب الجاري الإيراني 14.1 مليار دولار ختام الموعد الاقتصادي تابعوا أزماني فورنيوز على منصات تواصل اجتماعي المختلفة كما تجدون أيضا موغيه الإلكتروني في خدمتكم دائما إلى اللقاء اشتركوا في القناة